من شمال العراق إلى أقصى جنوبه يتشابه الواقع من حيث ترد الأوضاع ونقص الخدمات وإن كان بنسب متفاوتة وكذلك الروح الشعبية التي آمنت بالتظاهرات طريقا لتحقيق الأهداف تظاهرات السليمانية هي نتاج احتجاجات متكررة واحتقان شعبي وطلابي بدرجة خاصة على ترد الخدمات والواقع المعيشي وانتشار الفقر كما تقول وكالة فرانس بريس حملة شهادة الماجستير ومحاضرون جامعيون ضمت إليهم فئات شعبية رفعوا من زخم التظاهرات فلم يكن الرد الحكومي أحسن حالا مما واجهه طلاب العراق عموما القوات الأمنية بادرت بإطلاق الرصاص والاعتداء على المتظاهرين بالضرب ما أدى إلى جرح عدد منهم لكن ذلك لم يجد نفعا في احتواء رقعة التظاهرات التي بدأت تتسع أكثر رافعة شعار المطالب المحقة والتي باتت ملحة مع تراكم الأزمات الاقتصادية وتغلغ للفساد في مؤسسات الدولة ولم تتركز مطالب المتظاهرين على ما يخص معاناة الطلاب فحسب بل شملت المطالبة بحقوق الشعب بشكل عام في موقف يؤكد وحدة معاناة العراقيين والوعي الوطني الناضج عند المتظاهرين تتزامن تظاهرات السليمانية مع ما يجري في المحافظات العراقية الأخرى مثل بغداد والبصر وواسط والتي تشهد تظاهرات للموظفين والمحاضرين احتجاجا على غياب التعيينات وتأخر صرف المستحقات بالإضافة إلى الفقر والغلاء واستفحال الفساد وانشغال الأحزاب بالسرقة والاختلاس بينما الشعب يطحن في معركة المعيشة اليومية وعلى ما يبدو أصبحت التظاهرات نهجا يوميا وخارطة طريق يسلكه العراقيون في التعبير عن صخطهم على الواقع الذي يعيشونه سواء كانوا في البصرة أم في السليمانية أو في أي محافظة أخرى شكرا